بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم في الوحدة الثانية من مقرر طرق تدريس اللغة العربية الموضوع الأساسي لهذه الوحدة هو التدريس وهو أحد الموضوعات المهمة التي تشكل صلب عمل معلم اللغة العربية مع تلاميذه نبدأ بالسؤال الأساسي ما الموضوعات الأساسية التي نتناولها وترتبط بهذه الوحدة ارتباطاً مباشراً نحن نبدأ أولاً بالتعرف إلى مفهوم التدريس ثم نناقش الجوانب المختلفة لعملية التدريس ثم نعرض لأهم مراحل التدريس ثم نبين مداخل تدريس اللغة العربية الشائعة ثم نوضح أهم المعايير التي يستند إليها التدريس الجيد لنتوقف أمام بعض المفاهيم التدريسية الأساسية التي يجب أن يتقنها معلم اللغة العربية